موسيقى السادسة في استيديوهات قناة عدن الفضائي أهلا بكم ترأس محافظ محافظة أبيان الوأرقن أبو بكر حسين سالم الاجتماع الدوري الثاني للمكتب التنفيذي والذي وقف أمام عدد من المواضيع والتقارير المتعلقة بنشاطه خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 واتجاهات العمل خلال الفترة القادمة كما تم مناقشة عدد من التقارير الدورية المدرجة بجدول الأعمال من مجمل الأنشطة والفعاليات المنفذة في قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومستوى الانضباط الوظيفي بالقطاعات الإدارية كما استعرض مدير عام الزراعة تقييم لحجم الأضرار التي تعرضت لها القنوات والحواجز المائية والأعبار جرى جريان السيول في الأودية خلال الشهر الماضي وأكد المحافظ على أهمية رفع مستوى لدى في كافة مرافق ومؤسسة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتقاوز الصعوبات وعمل الخطوات والإجراءات الصائبة التي تسهم في إنجاح الخطط والبرامج وتحقيق أفضل النجاحات فيها بحث محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن مهضي بالمكلة مع رئيس فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية نقي بكيث نيوسوم خطوات المحافظة للتعزيز الأمن في عموم حضر موت واستعرض اللقاء خطوات التطبيع للتطبيع الحياة والجهود السلطة المحلية لتعزيز الأمن في عموم المحافظة واستعرض محافظ محافظة حضر موت جهود تعزيز الأمن بالمحافظة مشيدا بتعاون المملكة العربية السعودية ودولة الإبارات العربية المتحدة في دعم بلادنا وتثبيت الأمن مؤكدا أهمية دعم قوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب وجوانب التنمية بالمحافظة من جانبه أشهد المسؤول الأمريكي بجهود السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في حضر موت مؤكدا مساندة الولايات المتحدة لهذه الخطوات التي تسهم في عملية التنمية بالمحافظة دشنا أمين وعام محل حضر موت صالح العمق ومعه نائب وزير الصحة دكتور عبدالله دحان ووكيل وزارة الصحة لقطاع السكان السالم الشبحي برامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب للأطفال والكبار وأشهد العمق ببرنامج نبض السعودية التطوعية الذي يهاتي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثمنا جهود المملكة العربية السعودية للشعب اليمني من جهته أشاد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان بدور مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب على جهودهم للقيام بهذه الأعمال الخيرية التي تجري عمليات للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية دشنا أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر الورشة التعريفية والترويجية لمشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك والذي تنفذه وكالة تنميات المشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية والممول من برامج الأمم المتحدة الإنمائية في اليمن بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وخلال التدشين أكد نيمر بأن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ تعمل على تدليل كافة الصعوبات للمشاريع التي من شأنها إحياء قطاع مصائد الأسماك في المحافظة والمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص مستدامة للعمل داعيا كل الجهات الخاصة بقطاع الصيد في جميع المدريات بالتفاعل مع المشروع وتسخير كافة الإمكانات لأجل إنجاح أهدافه بما نعكس على تحسين الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر أقامت الجمعية الوطنية للقابلات في عدن احتفالا بمراسبة اليوم العالمي للقابلات تحت شعار كل أولاد آمنة ورأها قابلة ماهرة وفي الحافل الذي أقيم بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع صحة أولا أن كل من وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد كمال ومدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الدكتور إقبال علي القابلات بيومهن العالمي وأهمية دور القابلات كون عملهن يعد اللبن الأساسية في المرافق الصحية والمستشفيات في التثقيف الصحي ورعاية الحوامل والولادة وما بعدها كما أكد حرص واهتمام وزارة الصحة والسكان في دعم ومساندة جمعية القابلات من خلال تأهيل وتنمية قدرات أكبر عدد من القابلات في مختلف أنحاء البلاد بدورها دعت رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات سعاد قاسم المنظمات المحلية والدولية إلى الإسهام في تحسين صحة الأمهات والمواليد وتأهيل ورفع المستوى العلمي للقابلات نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم حفل تكريم لموظفيات ديوان بمناسبة عيد العمال العالمي وفي الحفل نقل وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود تحياتي الوزير الزعوري لجميع موظفي الوزارة بمناسبة عيد العمال داعيا لبدل المزيد من الجهود لتطوير الأداء وتحسين الإنتاج من جانبهما أكد وكيلاء الوزارة أحمد حاتم وياسمين الفاطمي أن ذكرى عيد العمال مناسبة لشحذ الهمم للرفع من وطيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف وتوسيع مبدأ المشاركة مشيراني إلى أن كل يوم يتحقق فيه إنقاز هو بمثابة عيد للعامل والموظف وفي ختام الحفل قام وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية بتكريم الموظفين تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهم باظاوي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة بالأقسام ومكونات الصالة وبيت الشباب التي تعد من أهم المنشآت الرياضية بالمحافظة الصالة الرياضية وبيت الشباب بمدينة المكلة والتي تعد من أهم المنشآت الرياضية بالمحافظة وكلف الوكيل وضاوي مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الصالح العمري بإعداد دراسات لعادة تأهيل الصالة الرياضية وبيت الشباب لتكون حاضنة للألعاب المختلفة نفذت إدارة شرطة السير في محافظة المهرة بالتنسيق مع الجامعة المهرة ندوة توعية بأنوها قواعد السير سلوك حضاري ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي المحد وخلال الندوة ألقيت محاضرة حول السلامة المرورية بهدف توعية الطلبة وترسيخ ثقافة المرور لديهم وأهمية تثقيف المواطنين مروريا بمختلف الوسائل المتاحة لما لها من دور في خفض نسبة الحوادث وعلى هامش الندوة قامت درطة شرطة السير بالغيظة معرضا في أحد أروقة كليات التربية استعرض صورا لعدد من الحوادث المرورية في مديريات المحافظة بهدف دفع السائقين للتقيد بقواعد السير حماية لهم ولأهاليهم اختتبت جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة لحج برنامج القيادات الشبابية والذي استمر لمدة ثلاثة أيام والسادف عشرين متطوعا ومتطوع ويهدف البرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة لتحسين قدراتهم القيادية والتنظيمية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وتأهيلهم للتعامل مع الحالات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وقد شارك المتطوعون والمتطوعات في البرنامج بالعديد من القرش العملية والتدريب التي تركزت على تعزيز المهارات القيادية والتنظيمية بما في ذلك التخطيط والتنظيم والتواصل الفعال وإدارة الأزمات نشرات السادسة انتهت لنلتقي بكم في نشرات قادمة وأنتم والوطن بخير في أمان الله اشتركوا في القناة